فكأن ديكارت يقول طيب فيما مضى كنت طفلا قبل أن أصبح اليوم رجلا وعندما كنت طفلا كنت أصدق كل ما يقال لي كنت أصدق كل ما يقال لي ليس لأن ما يقال لي هو واضح أو مقنع مثلا لا وإنما لأن قدرات العقلية لم تكن قد نضجت بعد لم تنضج بعد لم أكن أمتلك العقل النقدي الذي يستطيع أن يقارب أي فكرة أو رأيي بطريقة نقضية مثلا بمعنى أنني كنت عاجزا في تلك المرحلة عن الشك ولذلك كنت أصدق كل شيء الطفل في تلك المرحلة أو في المراحل الأولى طبعا يصدق كل ما يقال له يعني حتى لو كان ما يقال له عبارة عن قصص خرافية لا تصدق أخبار كاذبة حكايات خيالية مثلا آراء وأحكام فاسدة وإلى آخره واقعا الطفل طبعا يمتصها لنقول يقبلها يصدقها ومن ثم طبعا تترسخ في ذهنه من خلال التكرار والعادة أو على حد تعبير ديكارت تترسخ في ذهن الطفل لأنها تأخذ شكل العادة والعادة قوة استمرارية ترينا دائما أن الشيء المعتاد بمعنى الشيء الذي تعودنا عليها أو الأشياء التي تعودنا عليها ترينا إياها وكأنها واضحة حقيقية يقينية صادقة يعني تصبح من المسلمات تصبح من المطلقات تصبح من الأشياء التي مثلا لا تقبل الشكل لا تقبل النقاش هذه هي قوة الطلقين التي تمارس على الطفل في المراحل الأولى وهكذا أن أردتم تترسخ كل الأراء والأفكار والمعتقدات في داخل ذهن الطفل هكذا تترسخ مثلا العقائد الدينية كل القيم والمعايير الاجتماعية الثقافة الشعبية الأعراف التقاليد المعايير الموازين تترسخ في عقل الطفل لدرجة أنه يصبح وكأنه برمج عليها وكأنه مبرمج عليها وكأنه مبرمج عليها بشكل أو بآخر فيفكر الإنسان من خلالها يقيس يحكم بمعاييرها إلى آخره وبالتالي ينتهي ديكارت إلى أن التربية وإلى أن التنشئة وإلى أن كل ما يكتسبه الإنسان من خلالهما لا يعول عليه أبدا لأن كل هذه الأفكار كل هذه العقائد غير واضحة غير متميزة لم تفحص لم تختبر وبالتالي فالشك فيها ليس واجب عند ديكارت بل هو من أوجب الواجبات أن يشك الإنسان في كل ما تربى عليه في كل الأفكار في كل موروثاته من أوجب الواجبات عند ديكارت لأننا جميعا واقعا أتينا إلى هذه الدنيا ومن ثم تربينا بطريقة معينة تنشأنا بطريقة معينة تشربنا أفكار محددة معتقدات بعينها وفي واقع الأمر فمثلا ما أعتقد بأنها أفكاري أنا الشخصية بل في واقع الأمر هي أفكار لم أخترها بنفسي لم أتفحصها بل فرضت علي بقوة الطلقين أفكار تعلمتها من محيطي تلقيتها من محيطي بدءا من العائلة إلى المدرسة إلى المجتمع إلى الأصدقاء إلى آخرين فأنا مثلا لم أختر ديني لم أختر مذهبي ولا قيمي ولا كل منظومة التقاليد والأعراف والأحكام التي واقعا تسير حياة الشخصية والعامة ولغاية اليوم طيب إذا كان الأمر كذلك طبعا من وحي ديكارت فكيف أستطيع أن أدعي بأنني على الحق أو أنني متأكد من كل الحقائق التي أؤمن بها كيف يمكنني أن أميز بين مثلا ما هو صحيح منها وبين ما هو فاسد أو خاطئ إذا كانت أصلا معاييري وموازيني ترتكز عليها ترتكز على هذا الموروث على كل ما ورثته وطلقنته من محيطي في طفولتي طبعا ولذلك قال ديكارت لذلك قال ديكارت قال بأن الشك في كل ما تعلمناه في كل ما تربينا عليه في كل الأفكار والآراء الراسخة في ذهن الإنسان كل ما حشي به رأس الإنسان منذ الطفولة الشك في كل هذه الأمور هو من أوجب الواجبات وبعد الشك فليثبت لا مشكلة فليثبت ما هو صحيح وما هو حقيقي منها ولنرمي جانبا كل ما هو خاطئ مثلا وفاسد شكرا